صباح الخير من المحاولات القليلة قوي النكحة في ما نصح بدل الحمد لله أول مسحيت كانت الساعة 8 ونص مسحيت وصليت وبعد كده فطرت وبعدين بقى بدأت أنا نشوف الجورنالين بتاعتي هعمل فيها إيه وإيه الحاجات اللي علي النهاردة كان علي محاضرة بعد الظهر يعني أو قبل العصر بشوية وكان علي كمان شغل بس كنت مأجلا وكان علي حاجات كتير قوي بصراحة وكنت نوية أن أنا خلص المادة دي أربع فصول كنت عايزة أخلص الفصل الأول قبل منزل لأن هي هتكون واحدة من مادتين اللي هناخدهم أول امتحان في الفاينال إن شاء الله فكنت عايزة أخلصها وبعدين بقى أبدأ أن أنا أحل عليها فأقلت بقى أنه كان علي حاجات كتير في اليوم كنت بكتب بقى وكنت بفكر يا ترى هعمل إيه الأول وكده تقريبا بعد أول ما بدأت مذكرة يعني أو أول ما بدأت أن أنا ألخص بدأت الساعة 9 بالزبط وفضلت بقى تقريبا ممكن أكون خدت بريك ماريتين بس وفضلت بقى لحد الساعة واحدة واحدة الظهر وخلصت فعلا الفصل الأول وهي المادة أربع فصول قلت أن أنا ممكن أخلص التاني بالليل لما رجع بس أنا كتشفت حاجة أن الفترة زي أنا من كترة ضغط والحاجات اللي وراية لما بكون رجع من بره على آخر اليوم ساعات بيرجعونا مثلا من الكلية الساعة 10 أو كده فلأ يعني أنا ساعات ببقى فعلا رجع مش شايفة قدامي أو الفترة دي عموما هحاول أن أنا أصحى بدري في بدري لحد دا ما أوصل مثلا أن أنا أصحى الفجر الصراحة يا جماعة أنصحكم جدا بصحيان الفجر طبعا مش بينفع مع كل الناس ولكن أنا لما كنت في سنوي كنت بذاكر الفجر ودي كانت من أكتر الحاجات الفعلا انتاجية كنت بعملها في حياتي صحيان الفجر دا بيكون الوقت فيه بركة رهي باب جد والصحيان بدري عموما حتى لو صحيت ساعة بدري بتحس أن يومك برضو فرق أن فيه حاجات كتير أنت كنت مثلا عايز تعملها وعملتها لو مثلا عندك مشوار وهتتأخري عليه وصحيتي نصف ساعة بدري هتحسي بفرق فلا بصراحة بحس أنه صحيان بدري بيفرق جدا وكمان بيكون مريح للجسم فأنا يعني كل اللي أنا قلته أن أنا الفترة دي أحاول أصحى بدري لحد ما أوصل بقى تاني لأن أنا أصحى الفجر حتى أن أنا أصلي الفجر في معايده لأن الموضوع دا يعني مؤرقني قوي ومع أن أنا كنت نوية من أهداف السنة ساعات بصراحة بصلي وساعات لأ فأنا بحاول أن أنا أصحى أو أصبط المنبه وفيه ساعات كده ببقى فعلا مهم منظبات المنبه خلاص مش بصحى فعايزة بقى أن أرجع زي سنوي كده أصحى الفجر وبعدين أصلي وبعدين أبدأ بقى يومي الدراسي وممكن بقى لو حد مثلا بيتعب أو بيرهق وكده ياخد قيلولة كده بسيطة بعد الدور ده آخر ترم تعليم في حياتي ولكن بعد إن شاء الله مخلص بإذن الله واتخرج على خير نويا أن أنا أكثف من مذاكرة الإنجلوش وكمان بقى أبدأ أن أنا لو هخلص الإنجلوش بعد كده هاتم بلغاية تانية نفسي أعمل حاجات كتير قوي هكلمكم عنها بإذن الله أول ما خلص تخرج وما هي أهداف ما بعد التخرج إن شاء الله ونويا أن أنا أعمل إيه من خلال دراستي السنين اللي فاتت زي كلها وأنا خلاص في سنة التخرج اكتشفت إن أنا شخص فعلا مهما كان مذاكر أو مهما كان أعمل اللي عليه بيتوتر وبيضيع حقه في الامتحان يعني بقى لي سنين كتير جدا هو بتعلم وخلاص هتخرج وبرضو كنت لسة عندي نفس الحاجة إن أنا بتوتر في كل الامتحان كأنه أول امتحان أنا هدخله في حياتي دي حاجة الحاجة التانية إن أنا من التوتر بتاعي فيه ناس ممكن تكون رايحة مش مذاكرة 100% أو مش مذاكرة حتى بنسبة 70% ولكنها ما بتكونش متوترة بتتعامل مع الامتحان عادي وبيجيبوا درجات أعلى مني وده مالوش علاقة يعني طبعا ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أولا ثانيا ده بيكون لي علاقة بقى بالتوتر وعدم الثقة بالنفس يعني أنا مذاكرة وعملة كل اللي عليها ولكن بالرغم من كده برضو بوتر نفسي أو أنا بكون فعلا دخلا متوترة جدا وما ببقاش واسقة في إجاباتي فبجيب درجة أقل من الشخص العادي مع إني زي ما قلت لكم بكون عاملة اللي عليها بذكر بالورقة أو القلم بعمل ملخصات وبراجع مرة واثنين وتلاتة كل ده بيضيع بسبب التوتر وللأسف ومع الأسف أن أنا أدركت ده متأخر جدا يعني أنا أدركته في سنة التخرج أنه أنا بكون مذاكرة كويس جدا وبيكون عندي المعلومات الكافية ويعني الدليل على كده أن أنا بخرج فعلا من الامتحان ومع الأسف أنا أدركت موضوع ده متأخر جدا يعني أنا أدركته في آخر سنة أنه أنا خلاص هتخرج فيها بالرغم من كده ان انا الدليل بقى ان انا فعلا ببقى مذاكرة كويس وان انا عارفة الاجابات ان انا بخرج من الامتحان بفتكر الاجابة الصح انا من الناس اللي لما بيجي نص الوقت بتمشي حتى لو مثلا خلص انا بالنسبة لي نص الوقت ده هو الوقت خلص ما بقعدش افكر في الاسئلة كتير عشان ما غيرش اجابات وتكون الاجابة اللي انا كنت عاملها صح وبعدين حولتها الغلط وهكذا فالموضوع ده بجد بيأثر علي جدا فانا بجد دي نصيحة مني لكم انتو كمان لو انتو من الناس الاشخاص اللي بتتوتروا جدا في الامتحانات حاولوا ان انتو يعني تبقوا دخلين كده عندوكو سنة برود لانه بجد بجد انتو مذكرين يعني خلاص طالما انت عامل اللي عليك او طالما انت عامل اللي عليكي فخلاص يعني ده اللي انا قلت لأخوي انه مهما كان انا بشوفه بيذكر كويس جدا بنسمع له كويس جدا وبيجيب الحمد لله في الشامل بتاعه الدرجات بتاعته كويس قوي 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 وبياخد شهادات وكده فانا كنت بستغرب ان انا بياخد مثلا شهادات تأذير وانا مش عارف ايه وفي الاخر من التوتر ان انا ممكن اضيع درجة الفاينال بتاعه لو حتى انا لو كنت مثلا هجيب امتياز فانا بالتوتر بتاعي جبت جايد جدا وهكذا لو انا كنت هجيب جايد جدا في المدى زي فانا جبت جايد بسبب التوتر طبعا بخلاف بقى اعمال استنى والتكاترة في الكلية وكده ولكن اللي انا بتكلم فيه ان انا فعلا شخص متوتر جدا واعصابه بتكون مشدودة قوي في الامتحانات من الناس اللي على طول بطنها بتوجعها ودماغها بتصدع ومش عارف ايه وتفكير كتير ولا انا لو غلطت في كذا ولو عملت كذا لأول وفي الاخر انا بعمل ملاخصات ممكن الناس تجيب منها امتياز وانا اجيب في المدى دي جايد جدا لسبب ان انا فعلا بتوتر وممكن ان انا اذاكر بالورقة والقلم وذاكر سماعي وذاكر واحل كتير وبالرغم من كده لما بكون متوترة بغلط فحاولوا يا جماعة ان انتوا تصلحوا الموضوع من دلوقتي عشان بعد كده بجد ما تتضايقوش انه سنين عمرك ضاعت وفي الاخر ضاعت في التوتر والتوتر ده ما كانش ليه اي لازمة خلصت الفصل الاول على الدهر كده تقريبا وقلت عمل لي اي حاجة خفيفة اكلها قبل منزل وعملت لي مكرون انا بحب المكرونة دي اوي لو عايزين الطريقة بتاعتها سيبولي في الكومنتات وبعملها لكم في فيديو لوحدها بحب المكرونة طموما كلها وكلت وبعد كده بقى انزلت وكت فاكرة انا مش اكل في الكلية ولكني روحت طلب تأكل وكلت في الكلية مهما كلت في البيت عشان اوفر وماكلش في الكلية برضو بنزل باكل في البيت وفي الكلية يهم يا جماعة ان اليوم ده خلص على الساعة 9 في الكلية وعبال مراوحة البيت كانت الساعة 10 او عشرة وشوية كمان عايز اقول لكم ان اليوم كان مرهق اوي 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 وبس كده نكون وصل لنهاية الفيديو اتمنى انه يكون عجبكم مقافتكم والسلام عليكم شو ازاي عملها وايه هي نتيجة ويكون فروج عن النهائي كل المجهودات البايعية اللي عملها من المقابلات بايعية المقابلات البايعية والمتلبات التليفونية اعداد الارضة المتولدة عنها الارباح اللي حققها الارباح اللي حققها المصروفات اللي صرفها من مال الشركة عشان يروح يعمل مقابلة بايعية انتو خدتوا المقابلات البايعية صح عشان يروح